اشتركوا في القناة الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للبرنامج مؤكدا أن البرنامج يقدم رسالته من أجل ترسيخ قيم المواطنة والولاء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والاعتزاز بالموروث الشعبي الأصيل للبحرين والخليج العربي والذي هو جزء لا يتجزأ من تاريخهما من جانب أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالبرنامج الذي تميز في تقديم الموروث الشعبي الخليجي بقالب راق ومدعاة للفخر بما يعكسه من غنى شعبي وحضاري يعكسان القيمة الثقافية الأصيلة لدول الخليج العربية وأكد سعادته أن حرص دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبرنامج المسابقات الشعبية السارية ساهم في تقديم البرنامج للموروث الخليجي بهذه الاحترافية العالية من جانبه أكد السيد خالد عبد العزيز العجمان رئيس لجنة برنامج السارية على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وهو ما يحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد على تأكيده وتقديمه من منطلق الفخر والاعتزاز بتلك الروابط بما تتمتع به مملكة البحرين ودول الخليج العربية من عمق ثقافي وأصالة شعبية مثمن أن الزيارات الكريمة للبرنامج من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وزيارة سعادة السيد فيصل بن حارب البسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين في وقت سابق في هذا السياق أعرب السيد عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بهيئة أبو ظبي للتراث عن اتزازه بالمشاركة في البرنامج بما يعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البحرين والإمارات مشيرا إلى أنه ومن أجل توثيق التراث الإماراتي فقد شاركت الهيئة بتقديم عنصر التراث الإماراتي المختلفة المتميزة بأصالتها يذكر أن برنامج المسابقات الشعبية السارية قد حقق نسبة مشاهدة غير مسبوق على مستوى مملكة البحرين والخليج والوطن العربية نظرا لما يقدمه من قيمة ومعلومات دقيقة تعزز الأرث التاريخية والشعبي لدى المشاهد للتعرف عن كثب على تفاصيل الموروث الشعبي الخليجي الغنية. فهذا التطور النوعي الذي يشهده البرنامج في هذه النسخة يؤكد على نجاح البحرين في تقديم برامج تراثية متميزة غنية بالكثير من المعلومات التي تعرف الأجيال على ما تتمتع به المنطقة من تاريخ غني وعريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر